اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدكتورة سلمة الحمد اختصاصي جراحة التجميل والحروق والترميم ما ساتش الله بالخير دكتورة سلمة حياكم الله شلونك عساتش بخير؟ أنا والله سعيدة لأن المكان وايد حلو أول مرة رح سوون هني قالوا لي سباق خيول ولا عرض خيول نعم على البحر منافسات منافساتي أنا أحب الخيول ترى عندي وايد خيولي والله بس ما نزلتك هذا جانب ثاني أول مرة نعرفه الله عافل كي آي بي اللي طلعوا من عندي خيول جمالية وايد حلوة وايد وايد حلوة حضرت أي فعالية للخيل في الكويت؟ ما حضرنا هنا بس مرة عرضنا واحد من خيولنا كان في دبي فاز بالمركز أعتقد الثاني كان وباس جميل وهذه فرصة الآن أن يعني الكي آي بي موسمهم الثاني اللي كان مقتصر على فعالية خاصة في رياضة البادل والحديد اليوم يعني اللاعبين الكروس فت والرياضات الأخرى في الموسم الأول اليوم يتجدد موسمهم الثاني مع رياضة الفروسية والخيول صراحة هو بنك الكي آي بي أنا متعاملة معه شخصيا لا ممتاز كفاءات عالية وشباب وطاقة كويتية أنا أحب الشغل الكويتيين من غير عصرية بس ما شاء الله عليهم طاقة حلوة حتى عندنا بالعيادة نتعامل معهم بطريقة القروض الصحية اللي من غير أقصاد من غير فوايد هذا مش قروض من غير أقصاد لا من غير فوايد فالمرضى يوني يعني اللي تبي قرض مثلا تقدر نتعامل دايركت مع الكي آي بي معان خط مباشر معهم ما شاء الله عليهم والمعاملة بسرعة ينجزونها لنا والمريضة تقدر تاخذ القرض من غير فوايد وتقدر تسوي عملية تجميل بطريقة وايد حلو وسريعة ما شاء الله ويعني باشرونها وبسرعة يخلصون معاملة المرضى ممتاز يعني مثل هذه التعاونات هي في صالح بالنهاية المريض أو الزائر أو العميل يعني أي أن كان يعني هذه الاستفادة على قلاتهم الكلها فيه بالضبط أي هو لما يكون فيه مجهود ومجهود يكون واضح وفي أدق التفاصيل بأي سؤال فيه لا حلول للمريض طبعا المريض بالآخر رح يرتاح دكتورة بنروح إلى موضوع يعني أنا أشوفت مؤخرا مهتمة فيه ومتبنيتها وصراحة يعني أنت ما عندك منشود ما شاء الله سمعتت صابقتت في هذا المجال موضوع عمليات شد البطن أولا خنتكلم عن مفهوم عملية شد البطن شنو هو هو في مفهومين المفهوم الأول اللي احنا بنصلحها أو مثلا الخرافات بالتجميل اللي لازم نصلحها ونكون يعني واقعين فيها المرضى عبالهم أنه الدكتور تجميل عنده عصر صحرية يعني أي عند الدكتورة أبي عملية تجميل بس ما بي فيها جروح وهذا ما ينطبق على كل المرضى فبالتالي لما المريضة تريد العيادة تريد عملية شد لازم تعرف في كذا طريقة في المريضة اللي الجلد عندها مناسب نقدر نستخدم لها أجهزة تشد الجلد من غير ما نضيف جروح إضافية أو جرح طويل لكن المريضة اللي يكون عندها ترحولات هذه المريضة تحتاج أن نشيل الجلد الزايد لأنه ماكو أي جهاز راح ييب مفعول في هذا الموضوع لازم ينشد الجلد وينزال الجلد الزايد ونشد عضلات البطن فيها بروسس لأنه في مرضى مثلا تقول أنا طول عمري ألعب رياضة وحس بطني قاعد تكبر ما تصغر لأنه إن فيه انفصال عضلي فيه درجة معينة بالانفصال العضلي ما تطيب بالرياضة تزيد مع الرياضة خاصة المريضة اللي ييب أكثر من ياهل فعندها انفصال عضلي كبير فيه انفصال عضلي مع الرياضة يتحسن وفيه بعضهم لازم يكون فيه عملية جراحية أصلا يأثر حتى على ظهرها هي تقوم تحس بعوار بالظهر فلازم نرجع نسكر هذه العضلات جميل زين الإجراء الجراحي فيما يخص عمليات البطن في يعني شنو الاختلاف بين شد البطن وإزالة المرارة لأنه قد يكون هناك في لبس فيما يخص العملية الجراحية الخاصة في البطن أي صح هذا موضوع حلو لأن المريضة أنا دائما نسوي لها سونار في العيادة عشان أتأكد إذا فيها فتاق أو أو أتأكد من انفصال العضلات عندها هل يحتاج أحط شبكة ولا لا بنفس الوقت رح نشيك إذا عندها مرارة ساعات بالمرارة يكون في حصوات ونحتاج نشيلهم فإحنا في نفس الوقت نقدر ندخل المريضة دكتور الجراح العام يشيل لها المرارة من الطبقة الداخلية من غير ما يصير في جروح خارجية بالبطن وأنا أدخل أشد البطن وأسكر عضلات البطن فالمريضة استفادت من الموضوعين من غير ما تدخل عمليات مرتين ومن غير ما تأخذ مثلا مرضية أو تغيب عن عيالها أو عند تدريسها أو الدوام فهذا مريح بالنسبة حق المريضة يعني الإجراء يعني بس مخلص الكلام تنصحين أن اللي بتسوي المرارة بتزيل المرارة تزيل المرارة وبنفس الوقت تشد البطن بنفس العملية أول شيء لازم تكون المرارة ليس شيء طهر يعني إحنا فحصناها واتشفنا أننا عندها مرارة الشيء الثاني لازم المريضة أصلا محتاجة شد بطن يعني إذا عندها فعلا ترهلات وعندها انفصال بالعضلات وتحتاج بالعكس أحسن لها مرة واحدة بدل لا تفصلهم يعني إذا هي تسوي العملتين خدسويهم مرة واحدة عشان ترجع تتمارس حياتها بطريقة صحيحة زين أنتي مساء قلت مصطلح أن نحط لها شبكة أو لا نحط لها شنو يعني الشبكة ومن اللي يحتاجها الحين في العيادة المرضى كلهم تقول لي لا حطي لي شبكة الكلية بشبكة لأن عندهم إذا حطيت شبكة رح يخلينا نبعد عن ترهلات البطن أو نبعد عن انتفاخ في البطن لأن في مرضى تسوي عملية تجميل المالة البطن تقول لي الحين بطن منفوخة فهي عبالها لازم نحط لها شبكة فالمريضة تحتاج أن ينحط لها شبكة لما يكون عندها ضعف شديد بالعضلات في فرق بين انفصال العضلات وفي فرق بين ضعف شديد بالعضلات هذا الشيء يصير بالفحص ونشوف تشين بيبي يايب المريضة يعني مثلا عندها ما شاء الله المرضى عندنا توصل لي سبعة ثمانية تسعة في مرضى عندهم 12 هل هذه أكيد من غير ما فحصها أكيد عندها ضعف شديد بالعضلات لازم نحط لها شبكة في مريضة رغم أنها عندها ضعف هي ما تبيل أنها تبي تحمل بعدها يعني تبي تسوي العملية وترجع اللايف ستايل ما لها يتحسن وبعدها في 3-4 سنين تبي تبي تيب عيال هذه ما أنصح تحط الشبكة وهي أصلا ما تبيها عشان تقدر تشيب عيال بعد نزيل يعني شنون الجانب التوعوي في هذا الجانب الرياضة فقط هي اللي تحسن يعني وضع المرأة بعد الحمل ولا الشبكة هذه ممكن تغنيها عن الرياضة لا ماكو شيء يغني عن الرياضة ماكو شيء لا ماكو شيء يغني عن الرياضة أوكي إذا المريضة عندها ترهولات أو ضعف شديد بالعضلات حتى لو أنا أحط لها الشبكة هي تحتاج تسوي الرياضة مو بس عشان نتحافظ على وزنها محتاجة تحافظ على الشيب أو النحت اللي أنا سويتها محتاجة تحافظ على صحتها النفسية لأن ضغط التدريس وضغط العمل الواحد يستخف بعد والله والله يطلع الجو حلو يطلع يسوي رياضة يركب قواري يتمشى على حسب هي شو تحب تسوي يعني الرياضة وايد مهمة طبعا الله يحرم كل شخص من وجود الأم أصلا في بحث طلع أن أنت تطول عمر أحد تخليه لعب رياضة تمشي يعني على الأقل حتى لو ما تبي يسوي رياضة قوية مثلا شباب ولا مثلا نفسنا يمشي ويتحرك هي 15 دقيقة ولا 20 دقيقة تأخذ الوالدة وتتمشى فيها على البحر وترجع هذا يطول من عمرها الرياضة تطول من عمر نعم وهذا وفق دراسات مثبتة طبعا أكيد فما بالك إذا أنت مسوي عملية وصارفها الفلوس وتعبانة والنتيجة وايد حلوة ومرضية دكتورة سامحيني على جهلي الشبكة شون يعني هي شبكة شبكة هي شنو مادة ولا هي شنو وهو في نوعين من أنواع الشبكة وإجراء ينحطوا على طول دائم ولا ينحط لفترة وينشال يعني وشنو مميزاتها شنو عيوبها نبي ناخذ فكرة عامة أوكي وهو في نوعين من أنواع الشبكة النوع الأول الشبكة عبارة عن برولين هذه شبكة ما تذوب بس تلتحم مع عضلات البطن وتسوي شغلة اسمها فايبروزيز فتخلي عضلات البطن تصير بسماكة أعلى وتشدها زيادة بس تبقى معها طول عمر الشبكة الثانية عبارة عن خيوط فيكريل هذه أغلى من الثانية لأنها تسوي نفس الأفك بس الذوب على حسب امتصاصها من جسم إلى جسم من ستة شهر إلى سنة وبعدين هي حتى له ذابت هي الأفك التي نبي أو المفعول أو الطريقة التي نبيها تسويها سوتها خلاص بقت هي مضاعفاتها أقل بس طبعا سعرها أغلى ومو موجودة دائما ما نحصلها دائما إذا بنطلبها يعني بس مو كل المرضى يحتاجونها لازم نعرف أن المريض من اللي يحدد دكتورة أنت ولا المريض أو المراجعة أنا أحدد لها يعني ساعات تكون تبي تحط وأنا أقولها ما أقدر أحط لك عضلاتك قوية حرام هو لازم نعرف أننا لا نزيد خطوات إحنا مو محتاجينها لأن حتى لو أنت مختارة دكتور شاطر دكتورة عندها سي في مالها عندها شهادات عالية بس دائما بكل عملية في لستة مضاعفات يعني في مثلا واحد بالمئة يعني من كل أمية مثلا في واحد بصير فيه شيء إحنا إذا إذا خططنا عدل للعملية نطلع كلنا بر الأمان بطريقة صحيحة فالشيء اللي المريض لا يحتاجه لا يسوي يعني المريض لا يمشي على الهبة أو لا يمشي يعني عباله أنه جسمة مزهرية اليوم المزهرية لازم نحوط بهذه الطريقة لازم نسويها الطريقة السنة اللي يأقلت نظام اللي مو أوفر لازم نزغر لحجام السنة اللي وراها لازم نكبر لازم نبعد منها الثقافة نوخر منها الثقافة المريض لازم تعرف أنها تحسن من جسمها عشان اللايفستايل مالها أنها لها حق وكل الحق أنها ترجع مثل ما كانت قبل الحمل والولادة لكن لا نمشي وراء الهبات والصيحة والصيحات اليديدة هذه ونسوي جسمنا كأنه مديل شلون الوعي المجتمعي تشوفينه بالكويت الوائرنس ولا لا في جزئين في جزء مثقف جدا 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 وفي جزء يمشي وراء الإعلام والسوشيال ميديا يعني مثلا إذا واحدة طلعت وقالت أنا سويت عند فلان وطالعوا النتائج حلوة الكل ركض من غير ما يشوفون مثلا هذه دعاية هي مساوية دعاية صحيح ما سوت شيء ففي ناس يصدقون واحدة أشياء من وراء جزء من الثقافة العامة في الإعلان يعني اليوم أكيد عندك مرضى قالوا شو أنا سويت عند دكتورة سلمة الحمد فبناء عليها راح أيون اشناس هذا صحيح أنا عندي الوورد وفماوث هذا وايد مهم وصحيح لأن المريضة شافت بعينها نتائج على مريضة موجودة واحد قريب لكن الحين طلعت واحدة بالسوشيال ميديا وقالت أنا مسوية بس هذه أصلا ممثلة أو هذا مثلا مشاهير بشكل عام يعني بس هي ممسوية هي ما أخذها مبلغ عشان تسوي دعاية في ناس يستغلون هالموقف انت درج أن صحيح اللي قاعد تقول من وراء سوشيال ميديا يعني إحنا ليش نثق إحنا عادة نقعد بيمعة ما نثق بأحد من اللي قاعدين ما نقول لك الأسرارنا صح ولا لأ وانت شايفة جدامك شلون من وراء شاشة انت تثق بشخص انت ما شفت ولا عرفت وتروح تسلم جسمك كل حق شخص ثاني أو دكتور من غير ما تسأل عنه هذا جزء مهم يخلينا نروح إلى أن اخذوا الكلام دائما من أصحاب الاختصاص لازم بالضبط لازم الموضوع يكون فيه تقنين أكثر لازم نرجع مثل ما كنا قبل الرأي للدكتور والإحترام لإحترام الدكتور درس 30 40 سنة على ما وصل للمرحلة التي قدر يصل لها لازم على الأقل نحترم الدكتور أو نسمع نصايح الدكتور يعني مو نمشي وراء الهبة نشوف تخصص الدكتور عدل وائد ما شاء الله عندها مجهود كبير وائد عيادات نشوفها تغلق عشان اكتشفوا أن هذا أصلا ما عنده شهادة هذا التخصص وهذا شيء وائد حلو قاعد يصير فنبي هذه الثقافة تستمر يعني الناس لما تروح حين الدكتور تعرف شنو شهاداتها تعرف شنو تخصصها شنو خبرتها قبل لا تسوي إجراء وبعدين تقول لا ما كانت خصصة وكنت مفروض أروح حق دكتور ثاني فهم قزني نعم هذا وعمر ربع أبو سعد يقول ما رح أنقل المسج بالحرف بس يقول شلون نبين تواصلوا إلى الدكتورة يعني يتواصلون ويأت تظاهر زوجتها يعني شلون التواصل معكم شلون يتواصلون مع العيادة عندكم الرقم اللي موجود في الانستغرام هذا الواتساب هذا هو اللي يروح موجود الأرقم على الشاشة يعني خمستين ستتين ثمانين تسعة واربعين أنا صراحة محافظتهم بس لا مصنع دكتورة أشغلنا خمسة وخمسين ستة وستين ثمانين تسعة واربعين هذا رقم عيادة الدكتورة سلمة الحمد اللي حاب أو اللي حاب يتواصل ويا الدكتورة سلمة الحمد يقدرون يتواصلون على هذا الرقم زين احنا نتكلمنا عن الشبكة مميزاتها عيوبها شنو عيوبها احنا عشان نتكلم عن عيوب أي عملية احنا ما نبي نخوف المرضى بعيوب الشبكة بس هي حالها حال أي إجراء طبي لا لستة مضاعفات إذا إذا اشتغلنا بحذر نقدر نق يعني نتفادى هذه المضاعفات ولكن إذا صار هبة مثل شكليت يعني حق كل الناس سوينا لهم رح نعرض حق مرضى مو محتاجين عملية نسوي لهم عملية مو محتاجينها يعني مثلا واحدة من المضاعفات الشبكة هتجمع سوائل هذه مضاعفات نادرة يعني أنا وايد حطيت صراحة شبكة حق وايد مرضى ما صادفتني للحين ولا مرة بس هذه واحدة من المضاعفات فبالتالي دايما لازم نقول حق المرضى يسوون اللي هم يحتاجون ويسمعون راي دكتورهم مساءة محتينا على إجراء إزالة المرارة أو شد البطن هل يعني ممكن يكون في ألم مضاعف للمريضة أو المريضة اللي يسوي هذا الإجراء إذا كانوا تزامنوا في نفس الوقت فعلا هو المريضة دايما تخاف أول شيء تسأل دكتور في ألم يعني حتى لو نروح دكتور لسناب مش لع درس أكيد في ألم ماكو عمليات ما فيها ألام لكن الحين في فرق بين مثلا المسكنات اللي نستخدمها قبل من عشر سنين خمس سنة وبين طريقة المسكنات اللي نستخدمها الحين الألم مو مضاعف وهو ترى نفس الألم بس الحركة بعد العملية على طول تقل الوايد من الألم يعني المريضة اللي نفس اليوم خذت على نفسها وتحركت تقريبا الألم يقل بنسبة 40% وهذا ترى نسبة كبيرة جدا ما السببب دكتور والله خوش معلومة ترى حتى بعمليات الميجر يعني يمسوين عمليات القلب عمليات بالموخ عمليات بالعظام صح هما لأن كل يقولوا إذا تعرك وغدا الشر غدا شر ويقل الألم مجرد أن يقل الألم المريض رح يبدأ يتحرك فالهيلينج بروسس يشد حيلة فالشفاء يزيد عنده فبسرعة يصير زين ثاني شيء الآن في عمليات تجميل صار في أشياء زيادة يعني صار في مثلا المريضة تطلب من دكتور التخدير يعطيها يعطيها نوع من النوع المسكن هي تشيب دقما كل شوية الطق تأخذ لها جرعة موروفين وهي في المستشفى يسكن لها الألم دايركت في بعدها بالعيادات عقب ما يخلصون في بروتوكول كامل المريضة تمشي عليه من مساجات المفاوية وفي كرسي تلبسها هذا كله رح يقلل الآلام بعد العملية نعم جميل أذكر نحن موجودين في KIP The Stadium في المارينة كريسنت بالقرب من المارينة أوتيل هذا الستيديم الجميل ونحن نشهد الموسم الثاني الرياضي لKIP The Stadium ومنافسات للخيول بعد ما انتهت الجولة المحلية نحن مقبلين موبل ويكند هذا الياء إن شاء الله اللي عقبه على منافسات بمشاركة فرسان عالميين فرسان من دول مختلفة وهذه دعوة للمهتمين للحضور هنا في المارينة الستيديم على اليال شيء جدا جدا جميل ومثل هالإضافات جدا حلوة وتعطينا يعني وتخلينا نشوف الكويت بشكل مختلف عن تقليدية أي فعالية وأي نشاط دكتورة قبل الختام أيضا في عندنا يعني بعض الأمور الخاصة في إجراء المرارة تحجينها وزارة المرارة وعمليات شد البطن مميزات وعيوب كل إجراء من هالإجراءين الجراحيين المميزات إذا إحنا سوينا العملتين مع بعض فالمريضة نلغى منها موضوع أن يصبح عندها جروح خارجية العيوب أن إذا سودتهم من فصلين رح يصير عندها جرح خارجي ورح تحتاج تأخذ مرضية مرتين فبالتالي رح يصير صعب عندها يعني تعيد الألم مرتين تعيد التخدير مرتين تعيد حتى ماديا يعني تدفع فلوس المستشفى مرتين التخدير مرتين النايمة بالغرفة العمليات مرتين فهذا حتى الكوست رح يزيد عليها نعم مثل ما تشوفون أرقام العيادة موجودة أسفل الشاشة عيادة الدكتورة سلمة الحمد واللي حبي يتواصل وياهم في الواتساب أو يتصل فيهم رقم تليفونهم 55 66 80 49 حفظ رقمك دكتور رقم العيادة أنا وحفظت زي أنا بس ألك سؤال تضلي الحين ما شاء الله يعني كي اي بي وايد نظم طريقة وايد حلوة بس شنو هذا حق الفي اي بي كل واحد لمكانها وطاولتها لما نبدأ نعم أنا هذا سؤالي وايد لن نعاجب لمكان وايد حلو وحتى فوق هنا في قنفات تنحط وحتى مكاننا حق يعني هذه القنفات الحلوة ستضلنا هناك لا وفي شي فوق إذا حين بتبطلعت مرة شوفي شوفي الستب اللي حطينا شي صراحة يعني الان رح يصير فيه وفي هم اللي فوق شي شي حتى الدخل ويد حلو الورد اللي حطينا صح شير الزيتون ويد حلو عجبتني ما شاء الله دكتورة من دقيقة على التفاصل ستريع دكتورة تجميل بسرعة يعني من بعيد هذا زغدودة المكان في عيوب لا لا حلو حلو بوجودك عسات على القوة الله يحمدك حسابات في السوشال ميديا نقدر نقولها طبعا حساب الدكتورة تقدرون تكتمون بالسيرج في الانستغرام دكتورة سلم الحمد راح يطلع لكم حسابها دايركت وما شاء الله كل حريم الكويت من منشنينها شوفون يعني ما شاء الله المنشن من كل مكان دكتورة في شي ما غطيناه في شي حبة تقولينه لا والله يعطيكم العافية المكان وايد حلو ومشكورين كايبية أنا وايد كنت سعيدة اليوم باللقاء أسأل الله حفظك والله يسلمك وأنت كنت يخوش فيليفر بعد بهذه الحلقة نعود إن شاء الله لاستكمال حوارنا وبانتظار السحب السنوي الكبير ومبلغ 100 ألف دينار من سعيد الحظ؟ من هي سعيدة الحظ؟ اللي راح يفوز في حساب الدروازة كل عملاء حساب الدروازة إذا تعرفون هم قاعد يسمعونا ولا مقاعدين يسمعونا فويس نوت بقروب العائلة بقروب العمل قلوا لهم الكاي آي بي سحبهم الكبير السنوي على مبلغ 100 ألف دينار في برنامج الدوانية بإذاعة تلفزيون المرينة ألقاكم بعد الفاصل